الشرق الأوسط دول إفريقية وينضم لهم مؤخراً للتحاد الأوروبي وهم حتة التورتة اللي بيقسم فيها النظام العالمي شرقاً وغرباً وكل طرف بيسعى لتعزيز حتة التورتة بتاعته نهاردة بنشوف ده فعلاً في تغير السياسات في الشرق الأوسط دول خليج بتعادي أمريكا وتغزل روسيا دول إفريقية تخرج من التبعية الغربية وتتجه للدوب الروسي دول أوروبية دخلت على هذا الخط بقوة بقوة في تقديراتنا المتواضعة ولولتها لحضراتكم يعني الصدام الأوروبي الأمريكي قريب جداً جداً أوروبا جابت آخره وهتنفجر في وش أمريكا لو استمر الوضع كده أزمة كبيرة بين ألمانيا وفرنسا أقوى الدول في الاتحاد الأوروبي الصين وخط الحرير الجديد مربط الفرس إيطاليا وبلجيكا على الخط في الأزمة هل فعلاً بداية طريق تفكيك الاتحاد الأوروبي هل هنشوف نظام عالمي جديد بتحالفات مختلفة كل الأسئلة دي بقت حاضرة وملحة انقسام وشرخ في الوحدة الأوروبية ألمانيا بترفع شعار ألمانيا أولاً سياسة بدأ فيها الألمان على مدار الأسابيع الفائتة بقيادة المستشار الألماني شولتز اللي على موعد مع التاريخ هي جي في توقيت تاريخ لأصدر قرار بالتعاون مع البرلمانية الألماني كان بمثابة صاعقة على جيرانه في القارة العجوز قرار ألماني فردي بتخصيص 200 مليار يورو لتحديد سقف أسعار الطاقة في ألمانيا فقط مش في الاتحاد الأوروبي مجرد ما ألمانيا خدت هذا القرار مجرد ما أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز عن تخصيص 200 مليار لتحديد سقف الأسعار الدنيا تقلبت الدنيا تقلبت وتخفيف العبء على المستهلكين أن نجب على التضخم فهم يعني إيه؟ سندوب 200 مليار عشان يحافظ على سير الغاز في حتة معينة الأسعار يجب أن تنخفض وستبدل حكومة الألمانية قصارة جهد لخفضها للأسر والشركات على مستوى سواء طبعاً أنت عارف أن الشركات والمصانع دلوقتي وعلى رأسهم ألمانيا بتبدل مجهود كبير جداً للاحتفاظ بالشركات والمصانع على أرضها مع مضعف سعر الطاقة 3-4 أضعاف كله بيحسبها الخسائر هتبقى مدوية فكله عايز ينقل والدول الأوروبية مش عايزة المصانع والاستثمارات الضخمة تنتقل منها عشان كنا بقولك المواجهة الألمانية أو الأوروبية الأمريكية تكاد تكون على الأبواب قرار الألماني بتحديد 200 مليار دولار لضبط سعر الطاقة في ألمانيا أخضى بالدول الأوروبية تعرف ألمانيا كبيرة أوروبا وربنا سخر ألمانيا بقى لحكمة يعلمها الله يعني لو ألمانيا مش موجودة اتحاد أوروبية دا كانت فكك من بدر يقول للمساعدات الألمانية لليونان وأبروس والبرتغال أحياناً وغيرهم من الدول كان الاتحاد أوروبية دا مفضلش فغضب أوروبي واسع من التحرك الألماني في اللندا وأستونيا وفرنسا وإيطاليا وأسبانيا وحتى الجارة بولندا الكل غاضب وصاخت من ألمانيا بسبب هذا القرار الفردي ماكرون كان الأكثر وضوحاً في إبراز هذا الغضب الأوروبي انتقد بشكل صريح الأيام الفائدة التحرك الألماني والبداية كانت ماكرونية نسبة إلى ماكرون والكل تابعه ماكرون يوجه انتقادات علنية لألمانيا ويكشف عن بوادر خلاف مع الجارة الأوروبية السبب زي ما قلت لك هو قرار ألمانيا انتقد الرئيس الألماني الفرنسي ماكرون سلوك ألمانيا في أزمة الطاقة وقال على خلفية إعلام برلين رصد 200 مليار يورو لمواجهة أزمة الطاقة دون مشاور الاتحاد الأوروبي أعتقد ليس من الجيد لألمانيا أو أوروبا أن ألمانيا تشتغل لوحدها يجب أن نحافظ على وحدتنا أوروبا فعلاً منقسمة تلك الأيام والسبب الطاقة والغاز تحديد ماكرون بينتقد بشدة المستشار الألماني شولتس بقولك على موعد مع القدر بينتقد ماكرون المستشار الألماني والخطوة الألمانية الخطيرة على الاقتصاد الأوروبي إيطاليا كانت أيضاً من الناقدين لهذا التحرك البداية كانت فرنسية وبعدين إيطاليا تنتقد خطوة الألمانيا لمعالجة ارتفاع أسعار الطاقة يوم الجمعة اللي فات اجتمع قادر التحاد الأوروبي لمنقشة موضوع تسقيف سعر الغاز الروسي تسقيف إزاي يعني يتفقوا على رقم ما يدفعوش غيره في الغاز الروسي لكن فشلوا للمرة التانية عالتوالي بعض الدول بتؤيد كل واحد يعني مع الضغوطات ومع برد الشتاء كل واحد بدور على مصلحته بعض الدول الأوروبية بتؤيد وبعض الدول بتعارض والكل يبحث عن مصلحه المستشار الألماني بعد الاجتباع الأوروبي بتاع الجمعة تحدث عن ارتفاعات الأسعار وحاب يشرح فكرة سقف السعر وحاب يوضح لأوروبا اللي مش راضي يا تفهم ما يرديتش تفهم الأوروبيين ليه ألمانيا عملت كده؟ ...to limit episodes of excessive gas prices it's about spikes it's not a cap it has been discussed before it's something that happens between one and the other day if there is an excessive speculation in the day in between or if it sometimes it takes just place in two or three hours and this made it feasible to find an agreement and this was already there ... 15 دولة أوروبية بما فيهم فرنسا وإيطاليا وأسبانيا وبلجيكا واليونان والبرتغال وبولندا طلبوا بوضع سقف على أسعار الغاز الطبيعي المستورد عارف إزاي يعني اتحاد أوروبا كله اتفق سواء الغاز الروسي أو أي غاز بيشروه من أي حتة يبقى ليه سقف للسعر ماينفعش السوق يتسب كده مش عارفين يوصلوا القرار في أوروبا دلوقتي في لحظة نادرة يعني ألمانيا وهولندا والدنمارك ودول أوروبية أخرى لا تدعم الفكرة دي ففي انقسام المستشار الألماني بيقول كلام خطير وجديد في هذا السياق يقولك إحنا خلاص ما عدناش في القرن التسعتاشر عشان نتحكم في الأسعار كلام ده خطير جدا لازم نعرف حجمنا الحقيقي كلام ده خطير جدا أوروبا لم تعد قادرة على اتخاذ قرار عالمي بنفسها كلام ده خطير جدا هناك لعبون آخرون أقوى في الساحة العالمية وكمان الكلام ده خطير جدا تأكدت أن فيه نظام عالمي جديد بيتشكل؟ وده اللي كان بيطالب به أردوغان جف حلقه بقى له أكتر من أربع سنين يقول لهم يا جماعة مش هينفع نظام خمسة اللي بيحكم العالم ده مش هينفع مش هينفع شولتز وهو هتفتكر شولتز سعيد وهو بيتحك ضحك القهر يقول إحنا ما ببقناش زي زمان مش قادرين نفرض سقف يعني إيه بقى فرض سقف سعر وردات الغاز الطبيعي؟ بكل بساطة ومن غير ما نخش بتفاصيل كتيرة تزعج حضاراتكم الخمسة عشر دولة أوروبية اللي عايزين كده بيقول لك إحنا كالتحاد أوروبي هنتفق مع بعض محدش يشتري غاز لوحده محدش يروح يشتري في الظلمة هنقف إيد واحدة في وش الموردين سواء روسيا سواء نرويج قطر غيرهم هنقول لهم إحنا مع بعض وهنحطهم كلهم قدام خيارين ده فكرة الإيه سقف السعر يا إما توفقوا على سعر الغاز اللي إحنا هنحدده ومحدش يبيع أعلى من السعر ده بغض النظر عن سعر السوق أو هنروح نشتري من غيركم يعني لو اتفقت أوروبا مثلاً مثلاً سعر غاز خمسة دولار لكل مليون وحدة حرارية فحالة مش هندفع أكتر من كده حتى لو كان السعر السوق مية دولار دي فكرة تسقيف السعر شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة بداية ما كنتش واخد بالي زماية اللي عاديني بعتولي وأنا في سخونة الحلقة مش متابع بنعتذر باسمك النفس اللي اعتدار دينزل على الشاشة باسم قناة الشعوب على التشويش اللي بيحصل على قناة في أكتر من منطقة جغرافية خصوصاً في مصر ده مش فئدينا ده شغل مخابرات ده أولاً بنعتذر عن قطع البث على الفيسبوك ده بأدينا يعني ده أنت جدت غلطنا وقلت لك أن الانترنت هوائي وإن شاء الله نحوله الفيبرة فبس تقدروا تتابعونا على اليوتيوب في مشكلة أنت عارف لما الهواء بقولك بيحصل كده عندنا مشكلة فإنما تقدر تتابعنا عن طريق اليوتيوب الحمد لله لسه ماسك نفسه وعلى مدار النايل سات فده مهم جداً بس بنعتذر عن أي تشويش ده خارج عن أراضتنا تماماً طيب لما تدخل تتابع لقطاته وتفاصيل اجتماعات قد الاتحاد الأوروبي هتشوف هذا الخلاف أعمق وأكبر وهتعرف مين مع مين ومين ضد مين ومين مستفيد ومين متضرر من هذا القرار نظرات المستشار الألماني وماكرون والنقشات الجانبية بين الدول المؤيدة والمعارضة حتى العنوين الرسمية للقمة تؤكد كلها وترسخ هذا الانقسام اللي حاصل ليه؟ إن في وقت قلت لك الجوع أو البرد الدنيا بتبقى صعبة جداً اتفق الزعماء على ألا يتفقوا اتفق الزعماء الاتحاد الأوروبي على ألا زي الزعماء العرب كده تخيل أنت الوضع البائس ده نتيجة الحرب الناس اللي بتنضم لنا حديثة اللي قلنا بص النظرات بص النظرات عاملة زي شولتز وماكرون يبقى الخلاف الأوروبي دلوقتي في نقطتين نقطة الأولى خطوة ألمانيا الفردية بتاع التخصيص 200 مليار يورو عشان تعمل سقف للأسعار عندها في بلدها للمستهلكين سواء كانوا أشخاص أو كانت وده بيعرضوا باقي دول الاتحاد النقطة الثانية في الخلاف الاتحاد الأوروبي مش متفققين ما قدروش يوصلوا لاتفاق إن هما يكونوا إيد واحدة بتحديد سقف السعر تعال نفهم مع بعض حيثيات الاختلاف وهذا الشرخ لأن الكل بيدفع ثمنه الكل ليه ألمانيا بترفض موضوع سقف الأسعار ليه ألمانيا بترفض موضوع سقف الأسعار محلو الخبيل الاقتصادي دانيا الملحم لاحظ أن المشكلة للنهاردة ليست في تحديد أسعار الغاز الروسي اللي يمكن يكون موضع تطبيق على اعتبار أن 70% من الغاز الروسي يمر ببنى تحتية أوروبية لكن المشكلة الحقيقية في تحديد سعر الغاز الآخر اللي بيستورد من الرويج والولايات المتحدة نعترض على تحديد سقف الغاز الروسي لأنها تعتبر أن هذا يمكن إلى هروب الموردين من أوروبا الأسيا خاصة مع وجود منافسة قوية من دول قصين واليابان وكوريا الجنوبية اللي بيشتروا الغاز بأسعار مرتفعة يعني إيه ترجم ياسيدي يعني ألمانيا بتقول لو حددنا السعر احنا نفسينا نحدد السعر بس مش قادرين أنا نفسي أعمل كده بس مش قادر الله يكحموا ونشوف فيه يوم قريب سيسي ستايل فمحدش هيبيع الغاز لأوروبا يعني ألمانيا بتقول لك الكلام ده رومانسي الكلام ده كلام كتب لكن على أرض الواقع لو عملنا رجالة في أوروبا الوضع تغير لو عملنا رجالة في أوروبا واتفقنا على تحديد سعر هنأكل فشار كلنا ليه؟ لأن فيه منافسين آخرين هيشتروا بسعر أعلى فإحنا الكلام ده مش هينفع يتطبع لأرض الواقع كله هيروح يبيع بر ودي وجهت نظر هولندا والدنمارك ودول تاني شولتز اللي بيعارض فكرة سقف الأسعار عنده اختراح تاني خالص لحل تلك القصة قالك بدل ما نعمل سقف الأسعار هقولك الاختراح لكن شولتز ده حتى خرج من نتيجة الضغط ومن وقاره وبتاعه والأول مرة هاجم ميركل هجوم عنيف قال لهم انتوا جايبين علي وقاعدين تقولوا طبعا شولتز شعبيته منهارة في ألمانيا الوضع صعب جدا فقال لهم انتوا جايين لازم تروح تحسبه ميركل اللي رهنت الغاز كله من روسيا وخلتنا في الوضع ده فقالت لك أنا قصة ميركل وشرودر وقصة طويلة دي وان شاء الله هعرضها لكم تاني اللي بتمنع تفزيوهم فقالك ايه اقتراح شولتز لحل المشكلة قالك احنا نروح لأكبر الدول اللي بتشتري غاز طبيعي زينا لهم اليابان وكوريا والصين ونقول لهم تعالوا نرتب الأمور سويا لوضع سقف للغاز لان وضع سقف لسعر الغاز عن طريق الدول الأوروبية حل ملوش ظل على أرض الواقع وفتقدنا المتواضع لو جزلنا القول وسط هؤلاء الزعماء انه ده حل أقرب للواقع اذا عرفوا يعملوه لكن انعكسات ده على الوضع الأوروبي المان ماشيين في طريق ومعاهم ناس وراهم دول يعني والفرنسيين ماشيين في طريق تاني ومعاهم دول طيب خلصت النقطة الأولى اللي هي تحديد سقف الأسعار في الغاز اللي هو مش عارفه يتفع عليها وبالفعل كلام شولتز هو الأقرب للواقع النقطة التانية في الخلاف اللي هي موضوع ان ألمانيا راحت لوحدها كده مخصصة 200 مليار عشان تدعم شعبها شركات أو أفراد وعشان تزبط سعر الغاز لان لقت الدنيا تقول لا قالت لك لا بقى يعني اللي يحتاجوا ألمانيا يحرم على أي كنيسة أخرى في أوروبا عشان كده دول زي فرنسا وهولندا وإيطاليا زعلانا من هذا الموضوع الحكومة الألمانية لما تدفع بـ 200 مليار يورو عشان يقللوا من تكليف الطاقة على المواطنين والشركات الألمانية ده يزعج باقي الشركات الأوروبية خاصة فرنسا وإيطاليا اللي مش هيعرفوا يقدموا حزمة المساعدات دي للشركات اللي عندهم فده يعني إيه؟ يعني هروب خفض الفواتير من المرجح أن تقدم الحزبة الألمانية إلى زيادة الطلب مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الغاز في أسوأ الجملة في أوروبا وأواضح وأواضح أنه بينما ستستفيد الشركات الألمانية من انخفاض سعر الطاقة فإن نظيراتها في معظم أنحاء أوروبا ستدفع أكثر مما يقود قدرتها التنفسية ده اللي بقولك عليه أن المنافسة تبقى غير عادلة احنا التحاد أوروبي مش كل واحد شغال مع نفسه بس أنتوا كده تشعروا مع نفسيكم فهيبقى عندكم مزايا مش موجودة في الاتحاد الأوروبي فده هيخليكم تكوشوا على السوق الحزمة بتاعت ألمانيا دي اللي عملها 22 مليار أكبر ب3 أضعاف على الأقل من الدعم اللي بتقدمه معظم دول منطقة اليورو لما ألمانيا تقدم للشركات عندها غاز مدعم ما تقدرش تقدمه باقي الدول الأوروبية هيبقى الشركات الألمانية هيبقى عندها ميزة نفسية أكتر من باقي الشركات في دول الاتحاد إيطاليا وفرنسا مش عايزين كده يعني نكبر مع بعض يا نقعة مع بعض لكن ألمانيا بتبرر القرار وتقولك فوق أنت وهو اقتصادي أنا اللي هو ألمانيا لازم يبقى قوي عشان أنتوا تعرفوا تعيشوا وتكلوا عيش والحقيقة هذا التبرير في شيء من المنطقة هذا التبرير في شيء من المنطقة سندرا هورسفيلد ليس من مصلحة الدولة في الاتحاد الأوروبي بنضع علاقات التجارية الوثيقة داخل السورة موحدة أن يضعف الاقتصاد الألماني بصورة مفرطة يعني قوتنا هي اللي خلتكم موقفين على رجليكم أنا بقى ترجم لك بترجمة النسع بيت ألمانيا بتقول لهم فوقه ماشي؟ ما حدش مصلحته أن ألمانيا تقح ألمانيا بتقول لهم كده يبقى كده دول نقطة الخلاف المتعلقين بألمانيا والاتحاد الأوروبي ترجع تنظر نظرة فيها إمعان على خريطة أوروبا هتعرف أن العنصر الجغرافي لعامل أساسي في قرارات الدولة الأوروبية بمخصوص سقف الأسعار ده يعني المجر مثلا رفضت فكرة سقف الأسعار جملة وتفصيل إيطاليا عندها مصدر غاز تاني وعندها بحر عشان كده عايزها التسعير النمسا والتشيك وسلوفاكيا والمجر اللي ما عندهمش أي منفذ بحري خايفين من انقطاع الغاز الروسي عنهم تماما الخريطة بتوضح جزء كبير من قرارات الساس الخريطة بتعني هي السبب الرئيس في الحروب أو في السلام الخريطة يعني التاريخ محدش يعرف يقرى التاريخ ولا الحاضر ولا ينظر نظرة موضعية على المستقبل غير ما يشوف الوضع على الخريطة فأنت لما تشوف الخريطة تفهم ليه تشيك عايزة كده ليه النمسا عايزة كده ليه فرنسا عايزة كده لأن كل واحد على حسب ظروفه